موسيقى نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية تونسية نستهلوا بالعنوين وزير الداخلية يعلن أن تركيز النظام مراقبة إلكترونية في تونس الكبرى يعد أولوية ويؤكد مكفحة الجريمة للحد منها اتحاد الشغل يدعو إلى تعاطي مع مكفحة الفساد والتهرب الضريبي عبر سياسة واضحة وسحب مشروع زجر الاعتداد على الأمنيين لتعديله توفقيا مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر في جربا يتقدم بنسبة تفوق 80% ويسهم في حل معظلة مياه شرب في الجنوب الشرقي منتصف الليل من تونس سهلا بكم قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوب الشعب التمديد في حالة الطوارئ في كامل طراب الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر بداية من الثاني عشر من الشهر الجاري وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي وكان الاجتماع قد استعرض تقيما للوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا إضافة لنتائج الأولوية الأولية لتطور نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيوية إثر إدراجها في منظومة تامين مواقع الانتاج كما تم خلال الاجتماع متابعة الأحداث الأمنية المتعلقة بظاهرة العنف والهجرة غير الشرعية والإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحد منها مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية وإشدد الرئيس الجمهورية على همية أنتصر كافة وجهزة الدولة على ضمن الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي للمواطنين كجزء رئيسي من منظومة الأمن الوطنية الشامل وكعمل معزز لكافة أشكال الأمن اختتم منتدى تونس الاستثمار 17 والفين الذي التأم على مدى يومين وقد شهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات في صداراتها اتفاقيات واسناد قروض لمشاريع تتصل بالبنية التحتية وتطوير مشاريع فلاحية في عدد من المناطق الداخلية في انتظار يراجع السدى بعد بضعة أشهرين صنف منتدى تونس الاستثمار في نسخة السادسة بعد الثورة صنف منتدى ناجحا بمشموع فعالياته التي واكب قرابة مئة صحف من تونس ودول صديقة وشقيقة أول هدف هو هدف اتصالي بحث نرجع وصير لسانة انترنسيونال لأنه فما إنجازات كثيرة تعملت من ناحية أخرى فما أكثر من خمسين لقاء شراكة تعمل ما بين مستثمرين توينسا ومستثمرين أجانب فما مشاريع تونسية تم عرضها تم التوقيع على أكثر من ثلاثة اتفاقيات هامة جدا في مجال التعاون الدولي في مجال إنجاز المشاريع مؤشر ثقة كبير ومؤشر اهتمام كبير ومؤشر أنه برش عباد مزالوا يمنوا بأنه فيما تونس بوتنسيال كبير يخدموا بش نحسنوا ونطوروا أكثر مناخ الاستثمار وبطبيعة الحال أن التشجيعات اللي حطيناها والمنظومة الجديدة القانونية وتشريعية ومنظومة حوافز الجبائية والمالية والإدارية الكولية اللي حطيناها أيضا فعلوها بش تكون تونس قبلة دائما للمستثمرين الحصيلة هي بمعنى آخر تفاعل المستثمرين خلال الورشات على مدار يومين بخصوص مزايا القطاعات الانتاجية والتشريعات المرافقة موعد مهم الخطر يعطي الحرارة متاع البلاد شنو الاقتصاد شنو البرسبكتيف المستقبل في البلاد هذي في البلاد وفي الجهر خطر الجيران متاعنا حاضرين وليس انستيطوشيون انترنسيونال كلهم حاضرين نقاس تجمع تكون في البيتوبي قد ما نكونوا نعطيه الإمكانية للمستثمرين للجانب والتوينسة والتوينسة ما بعضهم بيش شوفوا بعضهم بيش ندخلوا في الجهات بيش ندخلوا في دي فليير دي زنفستيسمان كلوا به في الورشة ايضا ومنها المتصلة بالاقتصاد الرقمي تم الاشتغال على تقديم برامج ورؤية تونسة التي تعمل على ان تكون التكنولوجيا الرقمية محركا للتنمية والتغيير الاقتصادي والاجتماعي فتصير قطبة تميز في المنطقة وبوابة للسوق الافريقية نبحث عن تجمعات والتكتولات احنا دخلنا في تحالف سمارت افريكا اللي هو يضم 20 بلاد في افريقيا واللي هو السوق بالنسبة للشركات التونسية والشركات الاجنبية سوق 300 مليار دولار كيف ايضا نحن نبحث على شركات نحب نشجع شركات التونسية لا تمشيش كل واحدة واحدة وينما يتكتلوا باش يمشيوا مع بعضهم للسوق الافريقية موحدين ويصنعوا انه في تونسيا المنتدى شهد ايضا توقيع سلسلة من الاتفاقية المتعلقة بتوفير تمويلات للمؤسسة تونسية تدعم جملة من المشاريع في قطاعات النقل والفلحة قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية الباجي قادي السبسي قدم المحاور الاساسية لبرنامج الانعاش الاقتصادي ودفع النمو التي سيرتكز عليها العمل الحكومي سنة الثمانية عشرة والفين كما تناولت المحادثة بالدرسي لإجراءات المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطن والحد من غلايا أسعار المواد السالكية واتعرض اللقاء أيضا إلى برنامج أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي ستنعقد في القاهرة غدا وبعد غدا والتي ستبحث سبل تعزيز نسقي التعاون بين البلدين في مختلف المجلات الوضع العام في البلاد مشروع الحكومة حول ميزانية ثمانية عشرة والفين ومقاومة الفساد من بينهم الموضيع التي أكدها بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي لشغل في ختم اجتماع العقده في مقر الاتحاد كما عبر المكتب التنفيذي ضمن توصياته عن تمسكه بتطبيق الاتفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية لزيادة فلوجور في الوظيفة العمومية والقطعين العام والخاص بداية من أفريل القدم خلص اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل إلى جملة من التوسيات في مقدمتها التأكيد على أن مقاومة الفساد المحور الأساسي في اتفاق قرتاج أحد أهم مداخل إنقاذ الاقتصاد الوطني مطالبا بأن يقع الطاعات مع هذا الملف عبر سياسة واضحة وصريمة كما يؤكد تمسك المنظمة بحماية المقدور الشرائية للمواطن معتبرا الزيادة في الأداء على القيمة المضافة إذ قالا لكاهل الأجراء وسائل المواطنين مسائل كانت تصدرت جدول أعمال الاجتماع الموسع للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب الوضع العام بالبلاد ما هو السياسي وتدعياته على الوضع الاجتماعي كذلك الوضع الاقتصادي كذلك اليوم غلاء المعيشة معناها اليوم اللي استفعلت والي أضرت بالطبق العام لو أضرت مناها بإضعاف مناها الحال والطبق المهمشة والمفقرة وكذلك اللي مزيد تنسيق الموقف لأن الجهات مناها على الميدان بشيعته مناها الخطاب النقابي ورؤية الاتحاد من مجمل القضايا مناها المطروحة ومنها مشروع مناها الميزانية كذلك علاقة بإصلاح السنديق الاجتماعي وفي علاقة بالمؤسسات التربوية يؤكد المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة تجديد الدعوة إلى تعبئة كل إمكانيات المجموعة الوطنية لانتشار المدرسة العمومية ومرافق الصحة العمومية أيضا مما وصفها بالوضع الكاريثي عندنا عشرات الآلاف من أبناء التوانسة اللي ما زالوش تعليمهم نظرا لغياب الانتدابات والنقص الفادح اللي يصل تقريبا أكثر من 15 ألف مدرس ما بين التعليم الثاني والتعليم الأساسي ننادي بضرورة الاستماع إلى هؤلاء الشباب وهؤلاء الأساذ المقبلين إن شاء الله اللي عبروا عن استغرابهم من تنكر سلطة الأشراف لنجاحهم في مناظرة الكاباس هذا وتؤكد المنظمة الشغيلة على ضرورة حماية القوات الأمنية الحاملة للسلاحة من خلال تحسين ظروف عملهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلتهم شريطة أن لا يتضارب ذلك مع مكتسبات الدستور الضامن للحريات الفردية والعامة فاقت نسبة إنجاز مشروع محطة تحرية مياه البحر بجزيرة جربا نسبة الثمانين بالمئة هذا المشروع سيوفر قرابة خمسين ألف متر مكعب في اليوم من المياه المحلات ستتمتع بها الجزيرة خاصة والجنوب الشرقي بصفة عامة في جزيرة جربا بلغت مراحل إنجاز محطة تحلية مياه البحر نسبة تقدم فاق الثمانين بالمئة بعد أن تم تجاوز مختلف الإشكالات التي عطلت الانتهاء من هذا المشروع هو مشروع تقريب بطاقة لإنتاج خمسين ألف متر مكعب في اليوم من المياه المحلات التي ستتمتع بها الجزيرة كاملة والجنوب الشرقي بصفة عامة عمليات التركيب إن شاء الله تنتهي مع موفى شهر ديسمبر التركيب المعدات الكاملة وننطلق إن شاء الله في التجارب الأولية خلال شهر جانفي وإن شاء الله نطلق أن تتواصل لمدة شهرين ويتم إنتاج المياه معناها بصفة ربما مش مسترسلة لكن الإنتاج المسترسل للمياه سيتم إن شاء الله في موفى شهر أفريل من سنة 2018 شروع بعد الانتهاء من إنجازه من المنتظر أن يحدث نقلة نوعية من حيث الكمية والجوداء للمياه الموزعة في جزيرة جربة على وجه الخصوص وفي ولايتي مدنين وتطوين بشكل عام ما يجنب المنطقة لانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشربة مشروع هذية بالتأكيد بشي حل العديد والعديد منشاكل في الجزيرة وفي ولاية مدنين بصفة عامة باعتبار أنه نعيشوا إشكالية في فترة الظروة مع موسم السياحي نقص كبير وكبير جدا على المستوى المياه إن شاء الله نقولوا الصيف هذية جزيرة جربة ولاية مدنين بيدون عطش إن شاء الله نزيد نطمق أنه الأصحاب النزول نزيد نطمق أنه زاد سكان مدينة جربة خل تعرف السياح مشوش كلهم للنزول فما زاد بارتي ليمشوا يكريوا ديار وكل شيء أقل حاجة ليكون معناها النسبة للديبي متاع الماء يكون بصفة متواصلة مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر انتظره أهالي الجزيرة منذ سنوات خاصة في الفترة الأخيرة لما تعددت تشكياتهم من نوعية المياه الموزعة لهم من قبل الصناد المتسمة بتغير لونها وتغير رائحتها في لبنان ما زالت استقالة رئيس الحكومة سعد الحرير تثير جدلا دوليا وتاولات عدة آخر ردود الفعل كانت من زعيم حزب الله لبناني حسن نصر الله الذي اتهم سعودية إثر هذه الاستقالة بإعلان الحرب على لبنان فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيدرسون من استخدام لبنان ساحة لخوض نزاعات بالوكالة وفق تعبيره ما زالت تداعية استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحرير تثير عدد التساؤلات في الداخل اللبناني وعلى الساحة الخارجية ومعها فتحت جولة جديدة من عدم الاستقرار في لبنان غذتها التكهنات المنتشرة في الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية حول احتجاز الحرير في المملكة العربية السعودية بقطع النظر عن صحة هذا الخبر من عدمه حسن نصر الله من عام حزب الله المتمسك بفكرة أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحرير رهن الإقامة الجبرية بالسعودية اعتبر أن الاستقالة المعلنة غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية لأنها أتت تحت الإكره حسب تقديره داعيا إلى عودة الحرير إلى لبنان في أسرع وقت ممكن مطلب نقله كذلك الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى القائم بالأعمال السعودية في بيروت الخارجية الفرنسية التي تؤكد أن ما تملكه من معلومات حول تواجد سعد الحرير في الرياض تفيد بأن الرجل حر في تنقلاته طالبت بأن يكون سعد الحرير قادرا بشكل كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الدول والجماعات من استخدام لبنان كأداة لشن حرب أخرى أكبر بالوكالة في الشرق الأوسط قائلا أن الولايات المتحدة تؤيد بقوة استقلال لبنان قلق أعرب عنه كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريس الذي حذر من خطورة التوترات المتصاعدة بين سعودية ولبنان وتبعاتها المدمرة على المنطقة حسب توصيفه في صورة نشوب صراع جديد صراع زادت في مؤشرات نشوبه دعوات عدد من الدول الخليجية رعاياها لمغادرة لبنان البلد المتعب اقتصاديا أصلا وسط دعوات سعودية لترحيل اللبنانيين المقيمين بالمملكة تعمد شاب صدمة مجموعة تلميذ أمام مدرسة ثانوية قرب مدينة تولوز جنوب فرنسا ما أصفر عن إصابة ثلاثة التلميذ صينيين حسب ما أعلنت الشرطة الفرنسية وقالت الشرطة القبضة على سائق البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاما والمعروف لدى أجهزة الأمن بارتكاب جرائم صغيرة لكنه ليس مدرجا على قوائم مراقبة فيما يتعلق بأنشطة إرهابية وقال ممثل نياب العام في تولوز أنه في الوقت الرهني لا ينظر للحادث على أنه إرهابي رغم أن هذا ليس مستبعدا أكد القضاء الإسباني أن رئيسة برلمان كتالونيا دفعت كفالة قيمتها 150 ألف يورو وسيتم إطلاق صراحها بعد ليلة واحدة قضتها في السجن وكانت كارما فوركاديلا ضمن ستة من مشرعي إقليم كتالونيا سدعتهم المحكمة الإسبانية العليا يوم الخميس دورهم في مسعى الاستقلال عن الحكومة المركزية مصادر قضائية ضافت أنه وقع كذلك إطلاق صراح خمسة مسؤولين آخرين دفع أربعة منهم كفالة في أخبار الرياضة اختتم المتخب الوطني لكرة القدم تحضيرات المواجهة الحاسمة التي ستجمعه بنظير الليبي لحساب الجولة الأخيرة من تصفية مونديال روسيا 18-2000 وعقد المدرب الوطني نبي المعلوم ندوى صحفية صلت خلال الأضواء على آخر استعدادات العناصر الوطنية العناصر الوطنية تنهي تحضيراتها لأهم مباراة في مشوار التصفية أبناء نبي المعلوم خاضوا آخر حصصهم تدريبية بالميدان الرئيسي لملعب رادس وسط شعور بجزامة المسئولية وتركيز تام على تجاوز عقابة المنتخب الليبي وتحقيق حلم اللاعب بنيائية كأس العالم الحل متوى قرب ومازال المدكة تريد راح على المدى سيح فهمة برسيون مي حمدوا الجوارات لعبة برشا كورا دونك حاكين مبعضنا ونعفوا اللي ماتش غدوا ماتش صعيب ونش بشكون ماتش سيل دونك انشاء الله قدوا نكونوا كونسنترين بالكدي نعبدوا مدقيقة لولا دقيقة لاخرانواري والكورة سيحة متع تونس الولاد الكل دخلوا سيحة في الامبيونس بتاع الماتش انشاء الله لكلنا نكونوا كونسنترين انشاء الله نعرفوا رويحنا لشنا يقادمين وشورتهم فرحوا جمهورا متاعنا الايطار الفني للمنتخب ركز تيلة التحذيرات على العمل على الارتقاء بالحالة البدنية لللاعبين كما مكنت التمارين الخصوصية والمباريات التطبيقية المدربة نبيل معلول من حسم اختياراته في خصوص التشكيلة الاساسية مع عدا مركز الظاهر الايسر لذلك لم تتأكد بعد مشاركة محترف الاهل المصري على المعلول بنعمر بيذن الله ما ينحن يكون جاهز 100% إذا كان يكون جاهز 100% يلعب في التشكيل الاساسية الشك ما زال حول ما علي المعلول إذا كان نحسه أنه جاهز 100% يكون موجود إذا كان ليس جاهز 100% البديل ان شاء الله يكون موجود إن شاء الله اللي حاضر في سورتيران يعطي 100% وما هم نحن فلسامة الليسانسية معناه الأداء وإن شاء الله النتيجة تكون صالحنا وانترشح إن شاء الله ساعات قليلة تفصل النصور قرتاج عن مباراة حسم التآهل إلى مونديالي روسيا تآهل تنتظره الجمهير التونسية بعد غياب تونس عن المحفل العالمي منذ 12 عاما نهاية النشرة مشاهدين الكرام وهذا تذكير بأمرز مجافيها في عنوين وزير الداخلية يعلم أن تركيز نظام مراقبة إلكترونية في تونس الكبرى ويعد أولوية ويؤكد مكفحة الجريمة للحد منها اتحاد شغل يدعو إلى التعاطي مع مكفحة الفساد والتهرب الضريبي عبر سياسة واضحة وسحب مشروع زجل الاعتداءات على المنين لتعديله توفقيا مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر في جربا يتقدم بنسبة تفوق 80% ويسهم في حل معظلة مياه الشرب في الجنوب الشرق ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغير من الأخبار على بوابط تلفزة تونسية تونسيا تيفي نقطتها نشكر انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر